مع دخول وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل حيز التنفيذ تتواصل الضربات الإسرائيلية مستهدفة معابر حدودية بين سوريا ولبنان وكالة السانة التابعة للحكومة السورية أفادت بمقتل ستة أشخاص بينهم عسكريان ومتطوع في الهلال الأحمر العربي السوري وإصابة 12 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال جراء ضربات إسرائيلية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان الوكالة نقلت عن مصدر العسكري قوله إن إسرائيل شنت ضربات جوية نفذت من اتجاه الأراضي اللبنانية استهدفت عددا من المعابر الحدودية منها العريضة وجوسية والدبوسية بريفي حمص وترطوس وسط وشمال غربي البلاد من جانبي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف معابر رسمية منها العريضة في ريفي ترطوس للمرة الأولى والدبوسية وجوسية بريفي حمص ما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الحكومة السورية وأضاف المرصد أن ضربات إسرائيلية أخرى طالت معابر غير رسمية منها وادي خالد وثلاثة جسور على نهر الكبير الفاصل بين سوريا ولبنان بالإضافة إلى معابر أخرى في منطقة جرود قوسايا وجرود النبيشيت بالقرب من مدينتي سرغايا والزبداني بريفي دمشق وعلى وقع الحرب في لبنان كثفت إسرائيل في الأسابيع الماضية وتيرة استهدافاتها لمناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا ما أسفر عن خروج معبرين رئيسيين من الخدمة هما معبر جديدة يابوس المصنع وهو الأبرز بين البلدين ومعبر جوسية القاع شكرا